ظهور المنتقبات على القنوات سؤال تكرر ايه دليلك من العلماء ان المنتقبة يا جزلي هتطلع بالنقاب وتتكلم قدام الناس على الانترنت وانت عمرك سمعت عن صحابية اعتلت المنبر ودي الدروس للرجال طب نساء الصحابة عمرهم اتعاملوا مع رجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في قناة كوكي لايفوي بنات كتير سألتني السؤال ده بعضهم سألوا للاستفهام وبعضهم سألوا للاستنكار فانا هجاوب النهاردة ان شاء الله من فتاوى العلماء للي تحب تعرف وانا مش هفتي انا هنقل كلام علماءه بس ايه دليلي ان ممكن الاخت المنتقبة تطلع على الشاشة بزياج شرعي تلقي خطبة او تنصح نصيحة او تحكي حكاية وان صوتها مش عورة ولا حاجة دليلي هي فتوى الامام ابن باز رحمه الله الاول علشان لو في حد ما يعرفش مين الامام ابن باز هو كان مفتي وكان قاضي وكان رئيس هيئة كبار العلماء في السعودية ورئيس ادارة البحوث العلمية والافتاء ورئيس المجلس التأسيسي لرابطة العالم الاسلامي كله ورئيس المجمع الفقهي الاسلامي ومدير الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة وحصل على جائزة الملك فيصل لخدمة الاسلام وقلف اكتر من واحد واربعين كتاب في الشريعة والفقه والفتوى والعقيدة والفكر الاسلامي والرد على المذاهب والفرق الدينية علماء السلفية بيعتبروه المرجع بتاعهم الامام المحدث الشيخ الالباني قال عنه انه مجدد القرن فهو من العلماء القمم يعني فتوى مفيش تعقيب عليها اللي مش عجبه الامام ابن باز بقى وحطه في القيمة السودة هو حر يروح يتفرج على اللي بيعجبه كل العلماء افاضل وإحنا من حقنا نختار انا موفردش كلمي على حد الفتوى من على موقعه الرسمي وبصوته وهحط لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف سائل بيسأله بصوا بقى بيقولوا ايه التلفزيون وسيلة اعلامية طرفيهية تظهر من خلاله صور النساء والرجال والحيوانات وغير ذلك ماذا تقولون عن هذه الصور المتحركة وظهور النساء في التلفزيون بزيهن العادي او بحجابهن الاسلامي بأصواتهن المسيرة الهالو كده بالظبط بحجابهن الاسلامي بأصواتهن المسيرة الامام ابن باز جاوب وقال ظهور النساء في التلفز متبرجات او سافرات لا يجوز سافرات يعني وشها مكشوف مش مغطياء سافرات ما هي الشتيمة اما ظهورهن متحجبات مصطورات البدن والوجه في خطبة او في كلام او في توجيه وارشاد او اخبار عن شيء فلا يضر لكن ظهورها متبرجة سافرة فهذا لا يجوز باي الفتوى بتتكلم عن النساء اللي بيظهروا بدون حجاب وبزينة مبالغ فيها وما لابس ديقة وهكذا وعلى فكرة الامام ابن باز كمان له فتوى اباح فيها للمرأة تظهر عينيها من النقاب عشان تشوف من غير ما تزينها طبعا والفتوى موجودة برضو على موقعه في علماء تانيين منعوا الحكاية خالص وشايفين ان النساء ما تتكلمش على الشاشة لا بحجاب ولا بنقاب وفي علماء تانيين قالوا تطلع بوشها ومحجبة بالحجاب الشرعي من غير زينة فالموضوع فيه كذا رأيه فانا اخدت برأي الامام ابن باز انا حرة وانت اخدت برأي عالم تاني انت حرة لح غلطك ولا تغلطيني طيب هل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اعتلوا الممبر عشان المنتقبة تطلع في اليوتيوب طيب هو الممبر زي اليوتيوب ده اولا ثانيا هو كان فيه اساسا على ايامهم يوتيوب وشاشات ثالثا ازاي بتساوي صعود امرأة على الممبر في مسجد وسط الرجال بصورة واحدة بتتكلم على شاشة لحد شايفها ولا حد يقدر يلمسها اللي قدامك دي صورة مجرد صورة حاجة سودة متحركة منتيش قاعدة وسط زحمة رجال وحتتعرضي بقى للي هيعدي واللي هيخبط في الزحمة مفيش الكلام ده مع صورة وصورة ملتزمة ومسطورة فيه تعليق جميل كتبوا على قناة الشيخ الفاضي القطيبة ابن عدنان هو اشتغل وانتج لوسائل اعلام اسلامية كتير لمدة 40 سنة وفي مواقع اسلامية وقنوات فضائية كتب كلام معناه يعني ان المرأة لما بتكلم مرأة انت اي علاقتك بالموضوع كراجل النساء في القنوات بتاعتهم حلهم زي مجموعة من النساء دخلت بيتك تزور امك او زوجتك وقالت لك الحجرة دي فيها نساء وهنقض نتكلم مع بعض هل هتدخل توعد وسطيهم هل هتقول لها لأ ماشيهم من البيت اللي هي جز يعودوا هنا هيصيروا فتنتي ما تقعد في حالك غض انت بصرك بدلا ما انتاش قادر تمسك نفسك غض بصرك وتوكل على اللابة ببساطة خالص يعني انت عامل زي اللي عايز يمنع حلقات النساء من المساجد عشان خايف لحسن الراجل يبص عليهم من ورا الباب فتعمل ايه بدل ما تقول للراجل غض بصرك عشان هم محترمين تقوم ماشي النساء من المسجد ما تجوش هنا تاني او زي ما بتدخل محلة او شركة فيها نساء بيتكلموا او بيشتغلوا باحترام انت مالك مطلوب منك انت تغض بصرك عشان هم عملوا اللي عليهم ولبسوا الزي الشرع اللي ربنا امرهم به كنك انت بقى مش قادر تغض بصرك بعيد عنهم يبقى حضرتك تتعالج تروح تقوي ايمانك بالله مش نخفيهم هم ونكتمهم ونحرمهم من الاعمال الجائزة النافعة اللي هتنفعهم وتنفع غيرهم في الدنيا والاخرة عشان حضرتك ضعيف ومش قادر تتملك نفسك احنا في مرحلة صراع شديد والفسدة والفاسدات عملوا جاهدين على تغريب المرأة وكشف سترها فلو احنا بنقول للمنتقبة ما تزهريش من باب سد الزرائع عشان الموضوع ما يقلبش بقنوات فواحش وتبتدي البنات تزودها فهم بالفعل زودوها خلاص وعدوا كل الخطوط الحمرة ومش مستنييننا نسد الزرائع ونستخبأ هم خلاص شغالين على المكشوف واحتلوا كل المواقع لذلك انا شايفة بعد كل كلام النس المحترمين دول والفتاوة ان كل اللي عندها القدرة انها تعدل الحال الميل ده تتقدم وتعدله بالضوابة الشرعية اللي ما تغضبش ربنا هتسمعي كلام كتير بايخ بقى من متطرفين ومن متسيبين مدام انت عايزة تصلاحي حاجة فهتلاقي ناس كتير بتهجمك ومنهم اللي هيكون من دينك كمان ما تستغربيش كل حاجة فيها امر وسط وطرفين متطرفين واحد متطرف بيغالي في الدين جدا واحد متطرف من الناحية التانية بيكره وبيحارب اي حاجة لها علاقة بالدين وانت في النص بتحاربي اللي اتنين فتوكلي على الله وعملي اي حاجة تقدري عليها لخدمة الدين ده انفعك في اخرتك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو اية اية واحدة تعلمتيها صح ما تستخسريش تعلميها لغيرك تكلمي اهلك واخواتك واخوات زوجك وجيرانك عرفتي توسعي الدايرة وتكلمي صاحباتك في الشغل تكلميهم عرفتي توسعي الدايرة اكتر وتعملي قناة او صفحة على الفيسبوك اعملي عرفتي تكلمي الكوكب كله تكلميه ما تقوليش حاخد واحدة ولا اتنين ولا اختي وجارتي كده وخلاص لا وما ارسلناك الا رحمة للعالمين انشور الرحمة دي للعالمين عرفيهم بفروض ربنا هديهم بكتاب يعلمهم الصلاة كتابة عن الحجاب عن الاخلاق عن الحياة عن النجاح عن الاجتهاد هدي الاستقرات اللي مكتوب عليها اذكار والزقيها على باب شقتك وزعيهم على صحباتك على اي بنت تشفيها في محلف ومواصلات كلمات فيها ذكر لله وموعزة حسنة ما تعرفيش انه حسنة حد خالك الجنة ما تعرفيش انه واحدة هتذكر الله بسببك او تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة او تسبح ربنا بكلمة قلتيها او لزقتيها في حتة تتحط في مزان حسناتك وانتي نايمة في فيتك من غير ما تتعبي فيها منين ما تنشي ومنين ما تروحي منشور الخير في اي حتة سيب لنفسك بصمة في كل مكان تروحي ما تجدليش مع حد ما تخشيش في حوارات ونقاشات ملهاش فايدة ما تخسريش حد عشان شخص او عشان تعصب للسياسة ولا الكورة ولا الحزب ولا الدوشة دي كلها لا ركزي في انك تساعدي الناس دي ان رقبتهم تعتق من النار ركزي في فرضهم واخلاقهم لما اخلاقنا تتصلح الدنيا كلها هتتصلح بسهولة ومن غير تعب فاعديهم مساعد نفسك وما تتكسفيش طيب هل كان فيه دور للنساء في الدعوة الاسلامية وهل الدور ده تواجد فيه رجال ولا ما كانتش بتتعامل اللي مع النساء اه كان فيه نساء وصحبيات بتتعامل مع الرجال في حدود مش شاد بقى ومكلمات وصهر وصمر للصبح عشان بس محدش يقول انت بتبيحي الاختلاط وانت مش هارفة ايه اللي بيحصل من وراء الاختلاط لا كل حاجة بضوابط انا ممكن اروح اشتري سكينة اضيع بها ارواح وممكن اشتريها للمطبخ فهل عشان واحد هيستغل السكينة غلط اقفل مصانع السككين فكل واحد عنده ضوابط يمشي عليها حتى لو هتتعاملي مع راجل ما تفتحيهاش بقى على البحري لا فيه شروط شروط في شكلك ولبسك والطريقة اللي بتتكلمي بيها والحاجات اللي بتتعاملي معاه فيها والموضوعات اللي بتتكلمي عنها واهم حاجة ما يكونش فيه خلوة ما تكونوش انتو الاتنين لوحديكم كده فستو فستو ما حدش شايفكم ولا سامعكم لا عملت الحدود دي وظبطت ضوابة الشرعية المطلوبة منك يبقى توكلي على الله وعملي الخير كله في اي مكان مش عايزين يبقى عندنا جمود في التفكير لا انا خايفة بقى اللي حسن يعمل فيه معرفش ايه فهخطفي بقى ومش هتعامل وهعتزل الناس لا مش كده اتعاملي فيه حاجات ضرورية لازم تتعاملي فيها وتكوني موجودة فيها مش صحوبية بقى وحكاوي وشاتو كلام بينك وبينه على الفضية والمليانة لا ما تحطوش الدنيا في الخلاط ما تساووش دي بديه فالنساء في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر الخلفاء اتعاملوا مع الرجال وزمان ما كانش فيه انترنت كمان لا ده كان التعامل مباشر وبكل ادب واحترام ودين واخلاق ينضرب بهم المثل وتتدرس للعالم كله وتعلمهم ازاي الراجل يحترم المرأة وازاي يضحي عشانها بحياته كمان وتقام عشانها الحروب عشان واحد بس دايقها في السوق مش المسخرة اللي بتحصل بين الشباب والبنات اليومين دول لا حد هيقول لي ما احنا لازم نسد الزرائع عشان الموضوع ما يتطورش حضرتك الموضوع اتطور خلاص وهم مش مستنيينك تسد اي زرائع هم انطلقوا وسبوك عشان انت وانتي واحنا سبناهم ودورنا وشنا من باب سد الزرائع على نفسنا الشيوخ والدعاء والعلماء مش ملاحقين وشغلين لوحدهم وبيتحربوا وبيتعرضوا للتشويه عشان محدش يسمع لهم وعايشين في حرب نفسية وضغط عصبي فالواجب علينا كلنا نساعدهم نبقى درعهم اليمين ننشر حلقتهم ونعلمها للناس ونردد اللي بيقولوه على قنواتنا وصفحتنا الصحبيات لما كانوا بيسمعوا عن غزوة كانوا بيروحوا يقدموا خدماتهم ويعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم عشان يشاركوا في مدوات الجرحة وفي إطعام الجنود وثقيتهم كانت الصحبيات بتنزل أرض المعركة كده تمشي وسطهم تناولهم يشربوا ويكلوا ومنهم اللي كانت بتحارب بنفسها ولا أحسنها فارس ومش بس النساء لأ كمان بنات صغيرة زي أميمة بنت قيس رضي الله عنها شاركت يوم خيبر في مدوات الجرحة وبلغت أول يوم بلوغ ليها كأنسة كان يوم خيبر كذلك السيدة نسايبة بنت كعب رضي الله عنها شاركت في غزوة أحد وفي غزوات أخرى تحارب وتعالج الجرحة وتسقي وتطعم الجنود كانت هي وزوجها وأولادها وروت حديث في صحيح مسلم بتقول فيه غزوته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات أخلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحة وأقوم على المرضى الحديث في صحيح مسلم السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت بتشارك برضو في الغزوات سيدنا سعد بن معاذ اللي اهتزل موته عرش الرحمن احتفالاً بقدوم روحه إلى السماء لما تصاب في غزوة الخندق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بناله خيمة في المسجد للعلاج وخلى صحابية اسمها أم رفايدة هي اللي تعالجه وكانت بتعالج صحابة كتير مش سيدنا سعد بن معاذ بس وكان عندها خيمة زي مستشفى عسكرية بتعالج فيها الجرحة ما حطلوش راجل يعالجه حطلو أم رفايدة رضي الله عنها أصل كل واحد عارف حدوده اعرف حدودك وتعاملي على أساسها واللي يتعد حدوده معاكي ارميه في البحر كأنه ما حصلش اللي يزودها معاكي في الكلام ما تتكسفيش تصديه وتحرجيه لأنه ما تكسفش يتطول عليك ربيه وخليه حرم يتعرض لوحدة ست اللي يزودها معاكي في قناتك أو في صفحتك بلوك وحد فيه حبيبتي من الشباك وكمل في طريق عادي كأنه لم يكن الصحابية الشفاء بنت عبد الله العدوية القراشية رضي الله عنها اسمها الشفاء هو ده اسمها كانت أصلا طبيبة في الجاهلية وبعد الإسلام بقت طبيبة في الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا عمر بن الخطاب كان بياخد برأيها وبيعمل بيه وبيفضله على غيرها كمان الشريعة الإسلامية أباحث للمرأة إنها تشهد على عقود البيع والتجارة وإنه يكون معاها رجال في الشهادة دي وعقود التجارة دي معروف إنها بين الرجال أباحلها إنها تشهد وتتكلم وممكن تقعد بالساعتين والتلاتة تتكلم في قضية تشهد فيها وتشرحها قدام قادي ولا قدام محكمة فيها عشرات أو مئات الرجال الآية في صورة البقرة عزب الله من الشيطان الرجيم واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتين ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدهما فتذكر إحدهما الأخرى ولا يقبى الشهداء وإذا ما دعوا يعني ما ترفضيش لو طلبوك للشهادة وتقولي لا ما بخرجش من البيت لا أصل صوت المرأة عورة معرفش جابوها منين كمان صوت المرأة عورة دي لا هي آية قرآنية ولا هي حديث شريف هي مجرد جملة كده تقالت في الأفلام فشهد بصحتها العوام مدام جا في الفيلم الفنان الكبير اسمه إيه والفنان عمل فيها شيخ وبيبرق عينيه وبيقول صوت المرأة عورة يبه هو ده شرع الله الأفلام بتشرع لنا دلوقتي ما شاء الله والمشكلة أن الجملة دي تنقلوها الناس عن جهل وللأسف فلاي كمان بعض الملتزمات بترددها من غير ما تعرف الصح صوت المرأة ما هواش عورة لكن تتكلم بضوابط كمان السيدة أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها تبقى بنت عم سيدنا معاز بن جبل رضي الله عنها سموها خطيبة النساء ليه؟ كانت هي مبعوثة النساء للنبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا بيحبوا يعرفوا حاجة من النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوش بيروحولوا كده كلهم مع بعض كانوا بيبعتوها هي وكانت بتدخل تكلموا وسط أصحابه وبيشوفوها ويسمعوها وشاهدوا لها بقوة الحجة والمنطق وحسن البيان والتعبير رويت 81 حديث شاركت في يوم الخندق ويوم الخيبر وفي معركة اليارموك خلعت عمود الخيمة بتاعتها وضربت بي رؤوس جنود الروم قضت على تسع جنود لوحدها لما ستاتهم كانوا كده أمار رجالتهم كانوا عاملين إزاي يبتوى التيك توك ربنا يهديكم الشباب والبنات اللي كل أمالهم في الدنيا يطلعوا يرؤوسوا في فيديو يضرب معاهم ويمشوا يتشاور عليهم في الشوارع والمولات ويتاخد معاهم السيلفي الناس اللي كل طموحاتهم العريس فتبتدي ترتكب المحرمات عشان تشدوا ويخطبها أو اللي زوجها مش عجبها فبتروح لراجل تاني أو اللي شايفة إن الدنيا والدين بيوقفوا عند النقاب وشكرا وتفكر إنها كده جابت أخرها في الأعمال الصالحة وتبتدي تترهبن وتعتزل الناس وتعلم نفسها وبس النقاب ده ليكي انتي فين بقى حق دينك وحق المسلمين عليكي ما احنا مش جايين الدنيا عشان نترهبن ونستخبى ورا حتة قماش وبس إحنا شايلين أمانة إننا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أيح منها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا الدين ده أمانة في إدينا كلنا ينحفظها ونحافظ عليها ونوصلها للأجيال يتوارثوها يهضيع بسبب كثلنا ونومنا وخفنا وكسوفنا طب تعرفوا إن يوم خيبر خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرين امرأة من المدينة يشاركوا في الجهاد لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم أشركهم في الغنائم كمان ودالهم منها ده غير رواية النساء للحديث زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصحابيات رأوا الحديث وعلموا للصحابة والتابعين طب تعرفوا إن الإمام الزهبي وهو من كبار المحدثين بيقول لم يؤثر عن امرأة أنها كذبت في حديث بل المحفوظ أن بعض الرجال هم الذين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث شفتي إمتك شفتي الشرف اللي كانت عليه نساء المسلمين لذلك إحنا إزاي كمسلمات نختفي عن الساحة لمصلحة مين لمصلحة مين تغييب دور المرأة المحتشمة المحترمة وتهمشها وحصرها جوه حيطان المطبخ وإظهار المرأة المتبرجة المتكشفة واحتلالها الوسائل الإعلام كلها بشكلها وثقافتها الغربية المخالفة للإسلام لمصلحة مين لمصلحة مين الشباب يتعود على رؤية المرأة المكشوفة وميتعودش على رؤية المرأة مغطية جسمها كله عشان لما يشوفها في الشارع يخاف منها أصل لا قاعدة قدامه في التلفزيون لا مش دي مش دي الستات اللي أنا بشوفها في التلفزيون دي العفريتة دي البوبة دي الخيمة ما مش متعود هو متعود بس على رؤية الخلاعة وإزاي حصلت برمجة لدماغ بعض النساء لحد ما بقوا هم كمان يفكروا بدماغ الزكور وشايفين إن المفروض آه الست تختفي وما تشاركش في أي إصلاح أو بناء أو تكتفي بأختها في البيت ودعوات فردية كده عداية لا تزمن ولا تغني من جوع واستمليارات البشر اللي مالوا الكوكب هلأ والصحابيات كانوا موجودين اليومين دول وسط كل المعاصي والكبائر اللي بتحصل وبتغضب ربنا دي على الشاشات كانوا هيحبسوا نفسهم في البيت ويقولوا ما لناش دعوة باللي بيحصل برا ويكتفوا بقولت حزبونا الله ونعمل وكيل كده في سرهم وياكلوا ويناموا وعملين نقول النقاب وبنقلد فيه أمهات المؤمنين وبنقلد فيه الصحابيات طب ما بنقلدهمش ليه في تضحيدهم من أجل الإسلام ما بنضحيش بوقتنا ليه ونعلم الناس اللي نعرفه عن الدين عشان خايفين لا يكلونا الصحابية اللي كانت بتخرج في الغزوة شايلة روحها وروح زوجها وأولادها على كفها في أي لحظة ممكن تموت وتفقد عيالها ورايحة وهي عارفة إنها ممكن تتأثر وتتخطف عند الكفار وانت عارفين اللي بيأسروها بيحصل فيها إيه عملنا إيه إحنا؟ ما تقلديها في دي كمان ولا بنستسهل؟ بنقلدهم في المنظر بس عايزين نبقى شباههم من بره لكن نتكلم ونحاول نصلح على قد ما نقدر؟ لا مش هقولك بقى روحي حربي لا ما بقصدش كده لكن استخدمي كل وسيلة صغيرة وكبيرة عشان توصلي بيها كلام ربنا عز وكل لأكبر عدد ممكن من الناس هم كانوا بيحاربوا الكفار زمان عشان كانوا بيمنعوهم يوصلوا صوتهم لنشر الإسلام لكن دلوقتي محدش منعك تنشريه مش هتنزلي الجيش تحاربي انشريها على الإنترنت اللي انت قاعدة قدامه للنهار وانت قاعدة في فيتك مفيش أسهل من كده على الأقل لما البنات تسمعك وانت بنت زيهم أفضل ما يقعدوا لمحاضرة للراجل يفضلوا بصين في وشه بالساعة والساعتين هتساعدهم على غض البصر ويبقى الرجال على الإنترنت بيدعو الرجال والنساء بتدعو النساء قلدي الصحابيات في رواية الحديث احفظي الحديث وتعلميه كويس واعلميه لغيرك للي ما يعرفوش ايه الغلط او اتضرر في كده اتعلموا منهم وشوفوا كانوا بيعملوا ايه وقلدوهم في كل حاجة مش في النقابه بس هم دول السابقون الاولون ما يبهوش هم فوادي واحنا فوادي تاني وبنقول باللسان بس اللهم محشرنا معهم طب عملنا ايه زيهم وما تخفيش مفيش راجل هيبصلك بنظرة بطالة لان اللي فيه الدق ده مش هيدخل يشاهد واحدة متل التمة بسود في سود هو عارف طريقه في حتة تانية اما لو حصل وده شيء مستبعد فده هيكون واحد عقله ناقص واللي عب فيه هو مش فيك انت لان انت عملت اللي عليك واتغطيتي دوره هو بقى يعمل اللي عليه وما يسمعش ولا يشوف مدام حس ان فيه جواه حاجة غلط من ناحية واحدة صح والصنف ده بيكون محتاج يتعالج نفسيا وعقليا مش هنوقف الدنيا عشانه الصنف ده لو شاف قطة جربانة معدية في الشارع هيفكر فيها من ناحية شمالك فده ما تشغليش بالك بيه ولا تعمل له اعتبار مدام تضغطيتي تماما واللي حيدافع عنه اكيد زيه وما تنسوش تبعطوا الحلقة دي لكل حبيبكم عشان الكل يستفيد ونحاول نصلح ونغير على قد ما نقدر ونعمل حاجة حلوة لدينة تفرحنا يوم القيامة وتبقى صادقة جارية وعلم ينتفع به في ميزان حسناتنا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله